السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا في هذا الفيديو رح نوري لكم كيفاش تحسبوا معدل الامتحان سنكيام والمعدل الأدنى للنجاح ومتى يبدأ تصحيح الأوراق ثم متى تظهر النتيجة بإذن الله إن شاء الله قاع أبنائنا إن شاء الله ربي وفقهم وربي ينجحهم إذن نبدأ على بركة الله كيفاش يحسب معدل الامتحان عنا نقطة اللغة العربية على 10 التلميلي تحصل على 10 نضربها في 2 نزيد لها نقطة الرياضيات على 10 نضربها في 2 ونزيد نقطة الفرنسية نضربها على 1 إذن المعامل للغة العربية 2 معامل الرياضيات 2 معامل اللغة الفرنسية 1 إذن 2 و 1 عنا 5 إن شاء الله تكونوا فهمتوا نعطيكم مثال بسيط كيف تفهموا أكثر مثلا المجموع طبعا يقسم على خمسة لتحصل على معدل الامتحان يعني المعامل لغة العربية زائد الرياضية زائد اللغة الفرنسية ونقسمه على خمسة المجموع على خمسة نعطوكم مثال مثلا تلميذ تحصل على نقاط تالية 8 في اللغة العربية 9 في الرياضيات 9 في الفرنسية 8 في اللغة العربية 9 في الرياضيات 9 في الفرنسية كيفاش رايح نجمع لها النقاط وكيفاش رايح نتحصل على المعدل يعني الشي سهل وبسيط جدا إذن شا نديره نضربه 8 في 2 تعطينا 16 هذه اللغة العربية ونضربه 9 في 2 تعطينا 18 ونضربه 9 في 1 ولا نخلوها 9 هي 9 هي نقطة الفرنسية إذن عنا 16 18 في الرياضيات وثمنتاعش في الرياضيات وتسعة في اللغة هذا بعد ما ضربنا في المعامل علش نتحصله كيفاش نديره نجمع النقاط الثالث عنا 16 زائد 18 زائد 9 تعطينا 43 16 زائد 18 زائد 9 تعطينا 43 نقسمه هذا المجموع 43 على خمسة يعطينا 8.60 إذن 8.60 هي المعدل الذي تحصل عليه تلميذ في امتحان السنكيام وأدنى معدل لنجاح في امتحان السنكيام هو خمسة فاصل صفر صفر يعني اللي تتحصل على خمسة فاصل صفر صفر ناجح في السنكيام ولكن أقل ربعة ولا هو راسب يعني ما نجحش رنف مره بداية التصحيح التصحيح سيكون يوم عشرة جوان أنا عندي عندي التصخير ومكتوب فيه عشرة جوان نلتحق بالمؤسسة التصحيح وتستمر لمدة أربع أيام أو خمسة على الأقل لنهار 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 ثم المداولة وبعد نعطوا النتائج بالنسبة النتائج نهائية والإعلان عنها سيكون يوم عشرين جوان على أقصى تقدير يمكن أجلها يمكن يقدمها بين يوم أو يومين نتمنى النجاح لكل أبنائي وبناتي ودائما بالتوفوق والعقوبة إن شاء الله لتلامية البيام والبكالوريا والسلام عليكم